وقد تعهد الرئيس عبدالفتاح حسيسي بدعم خطط إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصميم الإلكترونيات لإنشاء مركز تميز في مصر وهو ما يسمح للقاهرة بالانتقال من مستخدم إلى مطور للبرمجيات المركز ده أنا مستعد بأي شكل أعمله مهما كان تكلفته بشرط أن أنتو تيجوا معنا ونقدم القدرة دي لمصر اللي هي بناء البرمجيات أنا مستعد شوفوا أنتو عايزين تعملوا إيه وأنا مصدق